اهلا بكم الى موجز اخبار الان اكدت كوريا الشمالية عبر تلفزيونها الرسمي انها اجرت اختبارا لقنبلة هيدروجينية وصفة بان الاختبار تم بنجاح تام واضافت بيونج يانج ان قنبلتها الهيدروجينية يمكن وضعها على صاروخ افادت انباء ان العديد من عناصر تنظيم داعش وبعض المدنيين المتواجدين في قافلة تضم 17 او 17 تحافلة وصلوا دير الزور بغطاء من قوات نظام السوري وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان ان جزءا من قافلة التنظيم غادرت مكان توقفها في ريف حمص الشرقي حيث جرت المغادرة بشكل فردي عبر سيارات صغيرة اعتقلت قوة من شرطة محافظة نينوى 18 مسلحا من تنظيم داعش تسلل الى داخل مدينة الموصل من تل العياضية في قضاء تل عفر واكدت الشرطة العراقية انها لم تعتقل اي من العائلات في مدينة الموصل التي تورط بعض ابنائها مع داعش نفت القوات العراقية ابرام اي اتفاق مع تنظيم داعش في قضاء تل عفر لخروج مسلحي خلال عمليات التحرير التي تمت مؤخرا واكد قائد عمليات قادمون ياتل العفر ان قوته تكبدت 115 قتيلا خلال فترة تحرير القضاء البالغة 12 يوما اشتبك الجيش الليبي مع مسلحي داعش في منطقة وادي الحمر شرقي سرط بعد محاولتهم التقدم شرقا وينشطوا افراد داعش الفارين من سرط وبنغازي ودرنة في المناطق الصحراوية جنوب غرب سرط وجنوب بني وليد اعلن المتحدث الرسمي باسم السفارة الروسية بالولايات المتحدة ان السلطات الامريكية اغلقت مقر البعثة التجارية الروسية في واشنطن وكانت الخارجية الروسية قد استدعت دبلوماسيا امريكيا في موسكو لتسليمه مذكرة احتجاج على خطط لاجراء عمليات تفتيش في مجمع البعثة التجارية الروسية في واشنطن ابطل خبراء مفعول قنبلة امريكية تعود الى حقبة الحرب العالمية الثانية في مدينة غرب المانيا وغادر مدينة كوبلنز حوالي 21 الف شخص فيما نجح الخبراء في ابطال مفعول قنبلة تزين 500 كيلو جرام قبل ان يسمح رجال الاطفاء للسكان بالعودة الى منازلهم يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث في ثاني ايام التشريق في المرحلة قبل الاخيرة من اتمام مناسك الحج وسيكون متاحا للمتعجلين من الحجاج رمي جمراتهم في يومين على ان يغادروا منا قبل غروب شمس الاحد وعدم المبيت فيها حيث يتوجهون الى مكة لاداء طواف الوداع وهو اخر مناسك الحج نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة